سعادة السفير اسمح لي في وجود حضرتك ان احنا نضع خريطة العالم سويا وننظر كده فنجد خريطة العالم قديما تغيرت كثيرا ونحن مع هذا التغير للخريطة امام ازمات عالمية ايضا وفي وسط هذه الازمات العالمية في كل بلد يا اما في اعادة بنية تحتية زي ما موجود في مصر يعني اعادة بنية تحتية تمام باقتصاد يا اما في مشروعات مستقبلية مثلا زي ما دولة الامارات يا اما في اعادة للحياة السياسية والاستقرار زي العراق يا اما في فلسطين يعني عندهم فكرة انه الارض لابد ان تعود الاردن بتحاول طول الوقت ان هي تكون نواة السلام في المنطقة وايضا تبني نفسها فاذا كل دولة عربية عندها اشياء كثيرة كيف تنجو الشعوب العربية من هذه الازمات في ظل تغير الخريطة العربية العالمية بشكل عام طبعا ده سؤال يعني عظيم وسؤال سياسي عميق جدا اعتقد ان الرد عليه يأتي في ثلاث كلمات السلام الاستقرار التنمية ويمكن حضرتك هتلاحظي ان السياسة الخارجية المصرية بدون اعلان انا اقدر ادي لك قدر من التشخيص اللي ما يحدث في سياسيتنا الخارجية مش بالضرورة ان المسؤولين عناها هيقلوا في الاعلام يعني لكن ده اللي اعتقد ماشي عليه ان الحراك لو جبنا كده يعني برجل وحطينا سنه في القاهرة ولفينا لفة كده اللي هو الجوار الاستراتيجي لمصر هتلاقي انه كل ما نقوم به هو ماشي على التلات الكلمات اللي انا قلتهم لحضراتك دي السلام والاستقرار والتنمية لما اتوسع هذا الجوار وياخد حلقة اكبر كمان يعني يصل بقى الى دول مجلس التعاون الخريجي وإلى المغرب العربي اعتقد ان ده هيكون في فايدة كبيرة جدا ولكن هو ده اعتقد ان ده الملجأ الوحيد للدولة العربية انها تتحرك في هذا الاطار ان هو لازم نكون في فرض فرض مش بس كده كلام لا نفرد السلام ونفرد الاستقرار ونفرد التنمية وده اعتقد انه هيكون اسلوب جاي جدا ويمكن حراك هتلاحظي ان مصر كمان يعني يمكن اكثر تقدما في هذا المجال انها وصلت لأفريقيا بنفس المبادئ دي في سد بيئة بنية في تنزانيا في جيبوتي برضو جيبوتي دولة عربية في شغل كبير جدا في جيبوتي يمكن محدش بيسمع عنه وشغل في الصومال نفس الشيء فهو ده الاسلوب وبالتالي حضرتك ان المشروعات لازم تكون فيها تأييد من بعضنا البعض يعني تخيالي حراك مثلا لو هتروح يا جيبوتي تعملي مشروع مصري اماراتي بسواعد اردنية وعراقية أو مصري اماراتي عراقي يعني مظلة عربية اه تخيالي حراك ماذا المنتج نفسه والعائد اللي يكون على الشغل هل مثال استقبال السيد الرئيس للاخوة الاشقاء العرب في العالمين هو اكبر مثال على كلام حضرتك ها طبعا لا وعراقي احنا يعني دايما حقيقة تحركات المصرية هي يعني توداري تقول عليها ايه تحركات ثلثة ناعمة ولكن تصل الى الاخرين بسرعة باسلوب مفهوش اقحام يعني عارف عليك ببقى فكرة برضو الاقحام ان انا افكاري هي اللي لازم تمشي لا ده ما ينفعش في العالم الحديث اللي انا عايشين فيه ولكن مصر حقيقة بتمارس دبلوماسية على مستوى الرئاسة على مستوى وزارة الخارجية دبلوماسية رصينة جدا ولكن تتصل الى الاخرين باسلوب ثلث جدا وبتأدي نتائج جيدة جدا اسمعوا لي افوت نقطة صغيرة دكتورة لنا يعني موضوع العدوان الاخير على قطع غزة وتدخل المصري الدائم في اقرار احلال السلام في المنطقة بشكل عام ويعني الحرص على سلامة المواطن الفلسطيني والتدخل بشكل سريع لانهاء هذا العدوان هذا دور مصري احنا بخير طول مصر ويمكن يعني ممكن اقولك بدون يعني ما اكشف يعني عملية الاعمار في غزة بتسيير بشكل جيد جدا جدا بمبادرة مصرية رائعة ودي برضو في اطار الاستقرار والسلام والتنمية نعم نعم نعم